في المحاضرة المرة الماضية حكينا عن حكينا عن حكينا عن شوية عوامل بتميز اليوم رح نحكي عن رح نحكي شوي عن أول موضوع أو أول فاكتور ممكن يأثر على الميكرو أورغنزمز هو موضوع التمبريتشر عادة بين 35 إلى 36 بالوضع الطبيعي وهي درجة الحرارة مناسبة لمعظم الميكرو أورغنزمز عشان تنمو وتستمر في الدواجد في الأورال كبيتي بريدون تلبوكتس عادة الي مع انفلميشن الي بيكون فيها ديزيز انفلماتوري بروسس بيكون لها هاير تيمبرتشر وممكن توصل أبتو 39 سلف الموضوع التاني هو موضوع الريدوكس أو الريدوكس الريدوكس بوتينشال أول أنا أيروبيوسيز أورال أكسجن كونسنتريشن تقريبا في الأورال كبيتي ممكن يوصل لعشرين في المية معظم يعني صعب نحكي عن بكتيريا إنها ترولي أيروبيك لأنه الميجورتي أورغنزمز ممكن تكون واحدة من التاليات ممكن تكون فكالتاتف ممكن تكون obligatory كابنوفيلك أو مايكروفيلك الفكالتاتف أنا أيروبيك يعني هي نوجد أو ما نوجد هي عادي معها يعني كونسنتري ما فيها أكسجن لأنه الأكسجن يعتبر سام لهاي الأنايروبس كابنوفيلك بدها CO2 أو مايكروروفيلك species requiring low concentration of oxygen دقيقة بس اشتركوا في القناة كابنوفيلك هي بتطلب CO2 الميكروروفيلك بدها low concentration of oxygen to survive مش سهل انميز زي ما حكينا لأنهم بيوقعوا المجورتي منهم بيتصنفوا ضمن الأنواع السابقة اللي حكينا منهم بلقيت أن أيروبيك بكتيريا which cannot tolerate oxygen have their own growth mainly limited by the amount of oxygen present الأكسجن وجوده بيخلي الenvironment oxidized فبالتالي بتكون harmful لهاي البكتيريا أيروبيك بكتيريا prefer reduced conditions اللي فيها low oxygen and this is controlled by something we call it redox potential redox potential هو عبارة عن مصلاح نستخدمه توميجر how oxidized or reduced an environment is يعني كل ما كان فيه أكسجن أكتر من الenvironment بتكون قيمة redox potential اللي بنعبر عنه بال-EH more positive كل ما كانت reduced بتكون more negative the redox potential كان باري بناءً على location داخل oral cavity يعني بيختلف من مكان لمكان ومن status لstatus على the clean tooth surface the redox potential عادةً is high وبيكون more oxidized ليه؟ أولاً لسه مش متكون بلاك ولا في بيوفيلم صار فيها microorganisms كتير بيكون على contact مع سطح السن أو عفواً مع الأورال كافيتي اللي هو already فيه كمية منيحة من الأكسجن ولكن مع تراكم البلاك وإنه لما يصير mature black ويصير فيه البكتيريا اللي كانت بالأول عملت consumption لا الأكسجن اللي كان موجود بتصير البيئة more reduced بخلص الأكسجن مع تراكم البلاك الأكسجن اللي كان قبل استهلاكته البكتيريا اللي كانت موجودة من الأول فصارت الظروف الجديدة مواتية ل نمو الانائروبيك بكتيريا يعني ممكن يكون ال redox potential الأساسي أو الأولي على سطح الكلين بوصل plus 200 ميلي فولت ولما يصير فيه reduced environment ممكن توصل ل-141 نفس الشي في الجنجيف الكريبايس الredox potential drops during inflammation بالتالي بتصير more reduced يعني more reduced يعني ما فيها أكسجن فبالتالي بتصفي more suitable للانائروبيك بكتيريا تحديدا اللي بتكون موجودة أو involved في الperiodontal diseases هاي البيئة ممكن مرات توصل فيها الredox potential لحد minus 300 as black matures early bacteria consume الأكسجن زي ما تفقنا فبالتالي lowering the redox potential and allowing later colonizers to accommodate in the biophyll متحديدا الانائروبس سن بكتيريا مش بس هي بتساعد غير هاي يجي الانائروبس هي نفسها بتغير الميتابوليك بهيفيور اللي إلها مع تغيير الامونت أوف أكسجن يعني مثلا نسبت كوكاسي ميوتاس بتشتغل لما يكون فيه أكسجن في الانبارومنت بتكون موجودة وبتعمل بتشتغل شغلة بتعمل متابوليزم وبينتج مع همين لللاكتاك أسد لما تكون البيئة ما فيها أكسجن in the absence of oxygen الfermentation للكاربوهايدريت أو الميت النيوتريشنز بيعطينا باي بروداكت مش لاكتاك ولكن بتكون فورميت وأستاك وإثنول فهذا الحكي كليات وأعطى هنت أو زي فكرة للريسيرتشرز إنه تكنترول البيريدونتال ديزيز إحنا ليش ما نفكر نعمل منيبيوليشن للريدوكس بتنشيال اللي موجود في الدينتال البلاك فبالتالي لو إحنا حاول ننأثر على كمية الأكسجن اللي موجود في الدينتال البلاك حولين الجنجيبال تيشوز ممكن ببساطة إحنا نمنع تراكم اللي أنا إيروبكبكتيريا اللي إيلها دور أساسي بالبيريدونتال ديزيز البيئتش عامل ثالث من العوامل اللي بتتحكم بالقرث للميكروبيوتا في الأورال كرث لأنه البيئتش سواء الأسد أو الألكالين ما بيكون مناسب لهاي الميكرو أورال كرث و المست سيرفيس أو المست سيرفيس أو الأورال كرث إيلها بيئتش نيوترل وبصير له ريجوليشن عادة باي سلايفا السليفر انستميليتد بيئتش عرفناه كلنا وحفظناه المفروض اللي هو بتراوح بين 6.75 إلى 7.25 بروفايدنج أبتيمال بيئتش للميكروبيا لغرث هذا هو أفضل بيئتش لمعظم الميكروبز ولكن في أماكن معينة بالأورال كافيتي لها بيئتش سلايتلي ديفر زي مثلا عندنا البلت البلت بالوضع الطبيعي في الهلثي بيكون بيئتش مور دان سليفر بيئتش في المرضى اللي بيكون عندهم دينشير ومحطوط طبعا الدينشير بيكون ملامس للبلت هدول المرضى بيكون عندهم البيئتش بنزل لور دان دا اثر بيئتش في الأورال كافيتيم فبالتالي ممكن يحفز نمو ييست او ميكرو ارغانيزم ريليتد لانفكشن تحت هاي الدينشير يعني هاي أورال ديزيز تاني كان عندهم البيئتش في البلت أعلى من الوضع الطبيعي في الهلثي كونترول فهو البيئتش بيختلف من مكان لمكان في الأورال كافيتي وحتى نفس المكان بيختلف طيب الفلكتوات في الانفكار البيئتش شفت في البكتيريا وذن دينتال بلاك كان أكير فولوين الفلكتوات البيئتش لما يصير في البيئتش يتغير يطلع وينزل مرة يصير أسد مرة يرجع نيوتر مرة الكلاين بيصير في معا شفت في البكتيريا اللي موجودة في الدينتال بلاك أشهر مثال هو مثلا الدينتال كيريز والفرمنتاشن طبع الكربوهايدريت اللي المفروض كلها نكون عارفين وهلا بعد الشوغر كونسومشن الدينتال بلاك بيئتش بصير له كويك دروب بلو خمسة وهاي الخمسة طبع البيئتش لأنها ما تكون تساوي خمسة بنسميها كريتكال بيئتش رح نتعرف عليها أكتر بالكريولوجي عشان صار في عنا ليش فيه أسدتي ونزل البيئتش لخمسة لأنه صار فيه فرمنتاشن للشوغر باي إيش باي البكتيريا وغالباً رح تكون بكتيريا زي تعمل فرمنتاشن للشوغر فبطلع أسد باي برودكت أهم واحد هو اللاكتك أسد اللي حكينا بيطلع وتحديداً في حالة وجود أكسجن فلما يطلع اللاكتك أسد بيصير موجود في البلاك فبيعمل الدرب للبيئتش في الدمت البلاك المفروض بعد فترة البيئتش جراديولي ريكابر سو اتس رستينج فاليو ولكن هذا الكلام بتأثر بالفريكونسي أوف شوغر انتيج يعني لو جينا نسألكم مين أحسن تاخدوا كمية شوكولاتة ثلاث حبات شوكولاتة مثلاً مرة واحدة تاكلوهم هلا أو تاخدوا حبة واحدة وتقسموها على طول النهار مين أفضل برأيكم شو الأحسن ما حد عنده قول عبد الرحمن نجرب حبة واحدة ماشي هيك منطقياً بنفكر انها حبة واحدة كلها طول النهار هلا هي الفكرة انه انت لما تاكل حبة واحدة توزعها على طول النهار انت عرضت دنت البلاك وبالتالي سطح السن لفريكوونت دروبس بي البي أتش كل مرة بتاكل أو كل مرة يو كونسيوم شوكور بصير في دروب للبي أتش اللي على أو اللي في البلاك فعادة طبعاً الكميات مهمة لازم نعمل كنترول على الكميات مشان صحة أسناننا مشان صحتنا العامة ولكن إذا بطرنا ناكل حلو أو أخدنا حلو فيفضل لفريكوونسي ما تكون عالية مش ناكله 3-4 مرات في اليوم لأن كل مرة بناكل فيها بنسبب دروب بالبي أتش لدنت البلاك بلاك بكتيريا بالوضع الطبيعي إذا صار مرة تتحملوا هالبكتيريا كم مرة بتتحملوا تعمل إنهيبشن لبعض أنواع البكتيريا فبالتالي بصير فيه شفت بهاي تعمل لجروث بكتيريا ش يعني بكتيريا يعني بكتيريا ذات توليريت الأسيدتي عندها قدرة تتحمل الأسيدك كونديشن إلها طرق معينة عن طريق مثلا ميتابوليك استراتيجيز أو إنها بتعمل اكتيفيشن لسبيسيفيك ستريس رسبونس بروتينز فبتخليها تتأقلم مع هاي البيئة اللي صارت حامضية زي السبتوكوكساي البايفيدو بكتيريا أو اللاكتوباسيلاي أو اللاكتوباسيلاس كل هاي الأمور عندها قدرة على تحمل البريد دومينانت في الدنتالي بلاك ووجودها يعني أسيدتي متكررة بي أتش بينزل دائما لأنهم هما بيعملوا فرمنتاشن الكربوهايدريس وبينتجوا أسيدس الأسيدس هاي بتفوت مباشرة بموضوع عملية الديمنراليزيشن وبالتالي برموتس الدنتال كيريز ديفلوبنوت هلا في ما يخص الفلكتويشن اللي بتصير على مستوى البريدونتال ديزيزيز البريدونتال جنجيفل كريبايز كان بيكم ألكالاين ديوتو بكتيريا الميتابوليزم في بكتيريا بتعمل ميتابوليزم فبينتج أمونيا نتيجة الميتابوليزم لهاي البكتيريا فبتصفي البيئة مور ألكالاين ده بي أتش إنه هلتي جنجيفل كريبايز عادة هو أعلى شوي من الطبيعي أو أعلى من باقي الأورال كفتي 6.9 رايزنج 7.2 أو 7.4 خلال عملية البريدونتال ديزيز يعني عنا بثوسس في البريدونتال تيشوز نتوقع إنه يصير الجنجيفل كريبايز مور ألكالاين ومرات بعض المرضى بيسجلوا بي أتش ليفلز أعلى من هيك وكتير هاي البكتيريا بتحب بتعيش في بيئة إلها بي أتش أعلى من النيوترال لدرجة مرات ممكن توصل 7.5 من أهم البكتيريات المربوطة بالبريدونتال ديزيز الفاكتور اللي بعده هو النيوترشن النيوترشن ميكروبيال كميونيتيز ريلاي انتيرلي عن دير هابيتات فور اسنشال ميوترشن يعني بشكل عام الميكروبز تعتمد على الهوست أو على الهابيتات اللي هي موجودة فيه عشان يأمن لها المواد اللي هي بتحتاجها عشان تعيش وجود ميكرو أورغنزم بمكان معين هذا أكبر دليل على أنه كل أمورها تمام والنيوترشن اللي بدها إياها متوفرة وما فيه إشي نقصة فالأورال كافيتي هو موجود أو بيعطينا مجموعة كبيرة من النيوترشن اللي بتلبح دياجات هاي البكتيريا وبالتالي بتعيش وبتكون كميونيتيز داخل الأورال كافيتي طبعا تقسم النيوترشن اللي ممكن توصل لأورال مايكرو بيوتا لنوعين اندوجيناس النيوترشن واكزوجيناس النيوترشن اندوجيناس النيوترشن من اسمها هي provided by the host مش من اكزوجيناس فاكتورز في الديت مش أكل إحنا أكلنا هاي النيوترشن تعتمد عليها المايكرو أورغنزم مننا إحنا أهم مصدر هو السلايفا بما فيها من أمينو أسد ببتايد وبروتينز غلايكوبروتينز وفايتامينز وكمان الجنجيفال كريبيكولر فلويد اللي فيه ألبومين وغلايكوبروتينز ومرات فيه هيم كنتيني ملكيولز هاي اللي حكينا المرة الماضية في المحاضرة إنها ضرورية عشان بعض أنواع المايكروبز اللي بتنمو في الجنجيفال كريبيس وكمان من الأورى المايكروبز في دفرنت أنيمال سواء كانت إنسيكتفر أو هيربيفر أو هدول النقطتين بالإضافة لنقطة ثالثة هلأ رح نحكيها في اللي بعد بيأكدوا على أهمية الإندوجيني نيوتريشن بالنسبة للميكرو أورجنزم وعلى الدور اللي هي ما خدته فعلا بتوفير النيوتريشنز لهدول المايكروبز أولا لما إيشوا قارنوا بين المايكروبيوتا في الناس اللي بياكلوا أكل طبيعي وما عندهم مشاكل وبين الناس اللي ما يعتمدوا على الانتوباشن أو اللي بيحطوا لهم ستمك تيوب عشان يدخلوا لهم الأكل يعني ببساطة ما في عندنا إيزوجينس دايت بتفوت على الأورال كريتي ليوا أنه ما في فرق بين المايكروبيوتا بين هدول الناس المايكروبيوتا هي هي وحتى على تجارب عملوها على حيوانات استخدمو لها الانتوباشن عشان تاكل أو عشان يزودوها بالضايت نفس الشي ما كان فيه اختلاف بالمايكروبيوتا كمان دليل إنه الأورال مايكروبيوتا معتمدة على الاكزوجين الاندوجينس نيوتريشنس اللي من الهوست فكرة الأنيملز اللي بتختلف مع بعض أو عن بعض بطريقة الأكل يعني فيه حيوانات آكلة حشراء أو آكلة عشاب أو آكلة الحمو لما أجو يقارنوا هاي الأمور أو المايكروبيوتا بين هدول الحيوانات اللي طبعا على نفس الجينس اللي من نفس الجينس لقيوها برودلي سيميلر بغض النظر شو نوع الحيوانات هل هو كان آكل لحوم أو آكل حشراء فإذن هذا دليل على إنه الإكزوجينس ديت ما بتأثر بشكل كبير على المايكروبيوتا أورال مايكروبيوتا انتراءكت سنيرجيستيكالي يعني بتتعاون مع بعض بتتفاعل مع بعض بتتفاعل إنها يعملوا بريك داون لهاي الإندوجينا سنيرجيستيكالي ليش they interact سنيرجيستيكالي لأنه ببساطة few species have the full enzymes to fully metabolize هاي الموليكيون مش كل البكتيريات عندها كل الإنزيم الضرورية عشان تكسر البروتين والغلايكوبروتين والأمانو أسيت وتستفيد منها فهون بيجي دور إنه كل الانديفديو والأورغنزم عنده different enzyme activity في إشي عنده غلايكوزايداس إشي بروتياز إشي ببتايداز وكل واحدة بتتفاعل مع بعض عشان يعملوا بريك داون لهاي النوتريشن دقيقا ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر بريك داون نانسي قنقر بريك داون وعشان يعملوا بريك داون لهاي النوتريشن موليكوز طبعا الأورى المايكروبيت ممكن تتأثر بتغيرات على مستوى الهرمونز في مراحل معينة من حياة الهوست مثلا خلال بيوبرتي خلال بريكننسي لأنه في مجموعة من المايكرو تعتمد على هاي الهرمونات كسورس للنيوتريشن يعني لما أجو يقارنوا أشخاص معينين كل واحد ماشي على دايت معينة إشي ماشي على دايت فيها كاربوهايدريس إشي ماشي على دايت فيها خلينا نقول اللحوم إشي ماشي وكلهم healthy subjects مش مرضى يعني ما شافوا في دفرنس كبير بين المايكرو بيوتا بين هدول الأشفاص وهذا الحكي لو أجو يأكد هذا الإشي التالت اللي حكتلكم عنه بيأكد على أهمية الاندوجين نيوتريشن بالنسبة ل المايكرو أكتر شيء بيأثر على الإيكولوجي هلأ كمان شو ممكن تفوت وتميق أدشنال ميتابولايزيشن أو فيرمنتاشن باي بكتيريال إنزيمز وتشكلنا غلوكانز عن طريق موجودة عند البكتيريا وبتحولها ل غلوكان موليكيولز لغلوكان موليكيولز هاي إلها دور بإنها بتعمل في الإكستراسيلولر ماتريكس في عنا كمان طريقة تانية ممكن يفوت فيها السكروز هي إنه يتحول لفروكتانز عن طريق فروكتازل ترانسفيريز برضو هاي إنزيمز موجودة عند البكتيريا بتحولوا لفروكتانز وبتخزنوا إكستراسيلولرلي يعني وذن البيوفيلم أو وذن البلاك وبتعتمد عليه كمصدر خارجي ل فهيك بيكون الكاربوهايدريتس هي أكتر شيء ممكن يأثر على الإيكولوجي في الأورال مايكروبيتا بيؤدي لتراكم الكاريوجينيك بكتيريا الكاريوجينيك بكتيريا شو يعني كاريوجينيك بكتيريا إيش يعني طيب الكاريوجينيك بكتيريا هي بكتيريا مسببة للكاريز عندها قدرة إنها تسبب كاريز من خلال شو؟ من خلال إنها هي أسيدوجينيك هي بتفرز أو مش بتفرز هي بتعمل فرمنتشن للكاربوهايدريتس وبطلع الأسد كبايبروداكت وبالتالي نتيجة وجود الأسدس بيصير فيه عندنا ديمينراليزيشن للسن فبالتالي بيصقف فيه عندنا ريسكلا في البلاك فبصفي فيه عندنا هاي الرسك أوف كاريز ديفولوبمنت تتذكروا شو هي البلكل حكينا المر الماضية ما هي البلكل؟ حكينا إنه على سطح السن طبعاً لنضيف أول شيء أو أول طبقة ممكن تتكون من الفيلم من السلايبا very thin فيلم من السلايبا less than point one مليميتر طبعاً بتكون هاي هي جزء من السلايبا بما تحتويه من بروتينز وغلايكو بروتينز المكان الأساسي اللي بتيجي الانيشيال كولونايزر للبلاك وتعمل عليه التاجمنت اللي هم اللي سيرتوكوكاس واللاكتوباسلاي في حال بتناول الملك طبعاً قبل ما تتكون البلكل هاي فهو شوي بيأثر على شكلها وبيعملها مور جلوبيولر بتصفي زي كأنها لها قبة أو مدورة بتصعب الاتاتشمنت للإنيشيال كولونايزر على هاي البلكل الشيز مثلاً كإكزوجينس ديت has been shown to increase salivary flow rates and to rapidly elevate بلاك بيأتش بعد ما يعملوا سكروز رنز كان فيه تجارب بيستخدموا فيها سكروز رنز عشان يشوفوا بيخلوا المريض يتمضمط بسائل فيه سكر فيه سكروز وبشوفوا اللي تدرب بالبيأتش لما أعطوهم يتناولوا جبنة يعني يأكلوها فلاحظوا إنها بتزيد السليفري فيه وبشكل سريع وبترفع البلاك بيأتش النيتريت مثلاً اللي موجود فيه الجرين فيجيتابلز بيأثر على الهوست انفارومنت وبيأثر على المايكروبيوتا وبيوصل الأورال كافيتي من خلال إنه بيصر الكونسنتريشن عادةً بالسليفري هاد النيتريت اللي بيوصل في الأورال كافيتي رديوس باي ذا فكالتاتي بقنا أقربك بكتيريا اللي موجودة في الأورال كافيتي انتو نيتريت والنيتريت هاد بحد ذاته إلو فوائد للجسم ممكن يخفف البلد بريشار ويستميوليس ميوكا سكريشن فبهاي الطرق بتأثر الديت أو الإكزوجينس ديت على المايكروبيوتا الموجودة في الأورال كافيتي الفاكتور اللي بعيد هو موضوع الهوست ديفنس الهوست ديفنس في الأورال كافيتي في إلو عدة أشكال أو عدة أوجه وكلها أخذتوها المفروض في الاميونتي الفيزيكال برييرز موضوع الميوكوزا تركيبة الميوكوزا تكوينها بحيث إنها هي وغيرها من السيرفس الزي الإنمل يمنعوا الانفاجين أو الانفاجين of microbial antigens into those surfaces زيها زي فكرة أو مبدأ الاسكن إنه physical barrier الانفاجين اللي هي non specific immunity طبعا الانفاجين والأدابط المفروض تكونوا متذكرينها كمان من كورس الاميونتي وبالجنرال مايكروبيولوجيا كمان وكل واحدة شو بتفرق عن التانية مين اللي بتيجي أول إحنا بنولد ومعنا أي نوع من الاميونتي طبعا الانفاجين الانفاجين فيما بعد كيف بتتكون وكيف بيخلي شو اللي بيخليها specific للنت اميونتي اللي هي حكينا non specific هي حماية عامة بننولد فيها كل الناس بيكون معها النت اميونتي أول ما تنولد يعني مش شرط الشخص يتعرض ل الميكروورجنزم عشان يصير عنده حماية هاي non specific وجود زي الميوكوزا أو بعض أنواع البروتينز اللي إلها anti-microbial activity بيساهم بالحماية العامة من الميكروورجنزم كمان شو مميزاتها هاي الانيت اميونتي إنها دائما موجودة ودائما بتحمي الهوست على عكس الأدابة في اميونتي اللي بنسميها specific الspecific ليه لأنه من أشهر الأمثل عليها هو وجود الاميونو اللي هي بتحتاج بريير إكسبوجر ل مايكروورجنزم معين أو أنتيجن معين لهذا يعني لهذا الانتيجن لهذا الميكروورجنزم بحيث يحفز تكون الانتيبوتز أو الاميونو غلوبينز فبالتالي هاي بتكون specific develops targeted immune response towards specific diseases الكي ديفنس ميكانيز طبعا لهاي الميكروورجنزم المنتين للميكوز الانيمال من الانفيجن باي بكتيريا مايصير فيه overgrowth باثوجينيك مايكرو أول موضوع لهو الانيت immunity في الأورال كابيتي أشهر شيء هي السلايبا والسلايبا بالفلو تبعها أول شيء بتشكل أول حماية سواء من قدرتها على إنها بالفلو هذا تريموف لوزلي أدهيرة بكتيريا البكتيريا اللي بتكون ماسكة شوي على الأورال سيرفيسز السلايبري فلو بيشيلها وفكرة اللي هي بتعمل اليمينيشن للمايكرو أرغنزم اللي شالها السلايبري فلو الديسكوميشن أو اللي هي الشيدنج اللي بيصير على الأورال ميوكوزا بيعمل برضو كنترول على الميكروبي اللود وحكينا إحنا ليش بتكونش فيلمز أو بايو فيلمز على الأورال أو البكة الميوكوزا مثلا بسبب الديسكوميشن الكونتينيو يتكون عليها بايو فيلم فالمايكرو أرغنزم عشان هي تهرب من الريموف البيساليبري غلانز بايساليبري فلو عفوا أنت سوالو بتروح تمسك بتحاول تعمل أتاتشمنت شوي شوي تعمل أديرنس وبيئة كاملة وتفضل الأماكن البروتكتد عشان تحمي حالها من السليبري فلو والسوالو السلايفا مش بس تعتمد على الفلو الهارول الثاني بالاميونيتي من خلال الموليكوز اللي موجودة فيها أشهر مثال هو الميوسينز The glycoproteins Are high molecular weight glycoproteins containing more than 40% كاربوهايدري وبتعمل أغلوتينيت للميكرو نيزم كان أغلوتينيت الميكرو نيزم تيجي الميكرو نيزم تمسك فيها بتلزع عليها فبالتالي ما بتخليها تعمل التاتشمنت على السيرفيس في نوعين منها في السلايفا MG1 و MG2 من الفنكشن للميوسينز أغلوتينيت الميكرو نيزم لما تمسك فيها الميكرو نيزم طبعا الميوسين موجود بالسلايفا تمسك على الميكرو نيزم هاي بتمنعها أو بتمنعها تعمل التاتشمنت ومن خلال البلع بتعملها ريموفا كمان انتراكت وث أورال بكتيريا اكزوجينوس باتوجينز أو بكتيريا جاي من بره ممكن تناولناها مع الهواء مع الطعام مع الشراب فبالتالي بتسهل عملية السولونج يعني قبل ما هاي البكتيريا تيجي أو قبل ما هاي البيروس أو الميكرو ايغنس بتعمل التاتشمنت وادهيرنس على السيرفيس في الأورال كابيتي تيجيها الميوسينز بتمسكها وبتسهل ابتلاعها مع السلايفا طبعا بالكتاب في الموليكولارويت لهاي المكونات مش مطالبين انكم تعرفوا الموليكولارويت لهاي الشغلات زي الميوسين والليجوزايم لانه ما في داعي لهاي المعلومات فما في مش رح اطالبكم فيها في السلايفا فيها اخرى انتيمايكروبيل بروتين زي الليزوزايم برضو الليزوزايم بيعمل مع الجرام بوزيتف والجرام نيغاتف بكتيريا بيربط معها وكمان شو بيسوي بيعمل هيدروليسز للبيبتايدوغلايكان اللي موجود في السيلبول تبع البكتيريا لما الببتايدوغلايكان اللي هو مكون للسيلبول تبع البكتيريا ينعمله هيدروليسز فبيصير فيه زي لايسز للبكتيريا السيلبول وبتتفتفت وجود الليزوزايم انهانسد باي أسدك بيأتش كل ما كانت الأسئل بيأتش مور أسدك بصير يشتغل أكتر منوفيلان تأنايونز وجود أنايونز زي البايكربونيت أو الفلوريد أو الكلوريد أو برتيازز في السلايبا كل هاي المكونات جاي من السلايبا عشان هيك بنشوف انه إلو سنرجيستيك إفكت مع أذر موليكيولز في السلايبا مكونات تانية موجودة اللي هو الكايتينيز وجدوا إنه بيعمل التاكينج للجيست سلولز وبيحمي الهوست منها من الأذر أنتي ميكروبيلز اللي موجودة في السلايبري فلويد هو اللاكتوفرين اللاكتوفرين هو البروتين موجود في السلايبا وكمان في العديد من البادي فلويد من الكي فانكشنز في اللاكتوفرين هو أول شي بيعمل ايرون سيكوستريشن الايرون حسب ما أنتو بتعرفوه هو مهم جدا لليغرث لمعظم المايكرو أورغنيس فهي بتكون تستنى إنه ييجي ايرون على هالأورال كافتي بغض النظر من وين وهي تحاول تستفيد منه اللاكتوفرين اللي موجود في السلايبا بيربط مع الايرون بهاي أفينيتي كتير بيحبه بحب يربط معاه بشكل كبير فبيمسكه وبالتالي بيحرم البكتيريا من الايرون اللي صار موجود بالأورال كافتي هاي العملية بنسميها ايرون سيكوستريشن زي كأنه حصر الايرون ربطه بطل بالبكتيريا فما رح تكون بالميتابوليك بروسس اللي إلها وتعمل هلا من الشالات الثانية اللي ممكن يعملها اللاكتوفرين هو وجوده ب اتس فري فورم وبنسميه في الحالة أبو لاكتوفرين أبو لاكتوفرين اللي هو ايرون فري لاكتوفرين يعني قبل ما وهو في السلايفة بس قبل ما يربط مع الايرون من لاكتوفرين إز نطبان تو ايرون إن إتس ايرون فري فورم بنسميه أبو لاكتوفرين شو بيعمل مباشرة بيروح يربط يعني على الجهتين هو مخرب على البكتيريا بروح يربط على البكتيريا السلول حتى هو مش ماسك الايرون فبالتالي بيصفي بالنسبة للبكتيريا يعتبر بكتيري سايدال موليكيول يعني بيعمل كيلينج لهاي البكتيريا سواء ربط بالايرون هاي يحرمها من عنصر مهم كن يوتريشن أو ضل في الايرون فري فورم فبيكون إلو بكتيري سايدال طبعا كل اللي حكينا هذا في البكتيريا لسه في عنا over 45 antimicrobial peptides can be detected في السلايبا وبعض منها كمان موجود بالجنجفو كريبيكيول أمثلة برضو في المحاضرة الماضية اللي هي peptides زي الهستاتين والدفنسين هاي act synergistically with other innate defense موليكيول يعني تشتغل بشكل تفاعلي بيعطو نتيجة أحسن مع بعض لو اشتغلت مع الother innate موليكيول اللي حكيناها فوق وthese peptides also bind and neutralize potentially inflammatory موليكيول على سطح بعض الميكروب like اللايبوكوليسكريت هاي اللايبوكوليسكريت هبارة عن virulent موليكيول موجودة على بكتيريا بتزيد المشكلة لما تكون موجودة هي بتزيد الانفلميشن شو تيجي هاي الانتي ميكروبي الببتات زي الهستاتين والدفنسين تيجي بتمسكها تربط معاها تعملها neutralization وكمان من وظائفها انها بتعمل كيموتاكتك للهوست ديفنس سلز ماشي يعني كيموتاكتك كيموتاكتك انه زي يعني زي مسيجات هيك بتصير تطلع خلال من هاي الموليكيولز بتنادي فيها على الهوست ديفنس سلز زي بمختلف أنواحها اوكي الادابتف اميونيتي في عندنا كي كومبوننس الادابتف اميونيتي ممكن نعملها ديتكشن بالأورال كابتي اول شي الانتر ابثيلي الليمفوسايتس الليمفوسايتس اللي موجودة في ابثيلي الليير تبع الميكوزا او هاي السلز اللي بتشوف تمسك الانتيجنز تبع ديفرنت مايكرو مايكرو ارغانيزم لا وبتعملها بريزنتيشن كمان بتطلعها على سطحها عشان الاميونيتي سلز تشوفها زي الماكروفيجس تشوفها وتتعرف عليها وجود الاميونو جلوبيلينز الاميونو جلوبيلينز اللي هم بأنواعهم زي الاجي جي الاجي ام الاجي اي وحكينا اكتر نوع معروف بالسلايفا هو الاجي اي مثلا هدول كان بيديتكتد في السلايفا وبالجنجبال كروفيكولار فلويد يعتبروا من اهم المكونات للأدابتف اميون سيستم الليكوسايتز نفسهم الخلايا البيضة اللي التحديدة موجودة بالجنجبال كروفيكولار فلويد واللي 95% منهم بيكونوا عبارة عن نيوتروفيدز السيكريتري Iraq بيكون بريدومينار في السلايفا بالهلثي هو مش شرط يكون ماردين يعني هو بيكون موجود بشكل بريدومينات في الأماكن اللي فيها ميوكس ميوكس زي الانتستنز زي زي النيزل كافتي او النيزل مسجز فبيكون موجود فيها السيكريتري اميون غليب بشكل اباندان فبيوكس بيوكس في السليبري غلانس. شو فيه فانكشنز لل-IGA? اجلوتينيشن اوف بكتيريا. بيمسكها زي ما حكينا بيمسكها وبلزقها وبربط فيها. موجيليتس انزايم اكتيبيتي. انهيبتس بكتيريا الأدهيرا الابثيليا والإنامل. وويكلي كومبليمينت اكتيبيتين. فهذا الكمبليمينت سيسم أكيد أخدته بالإمنيونتي إذا بتتذكروا. إذا تفاعل يعني بتصير الانفلاماتيوري بروسس أكبر. هو إحدى أنواع يعني من العمليات المناعية. الاميونوغلوبيلين ايه ما بيعملوا اكتيبيشن بشكل كبير مثل باقي الاميونوغلوبيلين. فبالتالي لما ما يكون فيه اكتيبيشن كبير للكمبليمينت سيسم بيكون فيه less risk of inflammatory damage. مثل ما حكينا من المرات اللي قبل إنه الانفلاميشن هو نفسه بحد ذاته هو destructive process ممكن يكون أو يترك damage على الهوست cells أو الهوست tissues. طيب فاكتور الهوست genetics الهوست genetics certain ethnic groups may harbor distinct microbial signatures وهذا اللي أثبتته بعض الدراسات اللي نعملت في العالم. فيه دراسة نعملت في اليوناتد استيتس شافت إنه فيه potential pathogens موجودة بكميات أكبر في ethnic populations جاي من الصين أو من أمريكا اللاتينية. كانوا عندهم مثلا staphilococcus أو مايكو بلازما أو تربونيما بشكل أكبر من غيرهم. كمان إنه الجندر والجنتيكس والإثنيسيتي بتأثر على susceptibility للperiodontal disease والأوران مايكروبيوتا. هاي العوامل بتأثر على إنه مدى تعرض الفرد أو مدى كيف نرحكيها ساسبتابل بالعربي إنه مدى كونه معرض للإصابة بالperiodontal diseases مثلا الأشخاص اللي عندهم genetic polymorphism بتمس أو بتيجي به الenterلوكين 1 اللي هو أحد السايتوكاينز هدول الناس بيكون عندهم ساسبتابلتي إنه يكونوا بيريدونتايتس بشكل أكبر من غيرهم فهذا الدليل على إنه الجنتيكس تلعب دور الناس اللي ما عندهم مشاكل في أو جنتيك بولميرفزمز في هذا السايتوكاينز بتكون البييدونتايتس عندهم أو ساسبتابلتي للبييدونتال disease أقل كمان الاثنيك ريسك مثلا إنه في دراسات أثبتت إنه في ينغ أدلس من نورث وست أفريكا عادة كري بكتيريا أجريكوباكتر أكتيرو بشكل أكبر هاي البكتيريا مربوطة بحالات من والأغريسك بيرودونتايتس والأخر أورال موجودة عند هدول الناس اللي من النورث وست أفريكا وكمان لسه الناس اللي عندهم سيرو طايب بي منها من الأجريكوباكتر أكتيرو بيّن إنه عندهم ريسك يصير عندهم أغريسك بيرودونتايتس أكتر بـ 18 مرة من الناس التانين أمثلي تاني على أهمية الجينيتكس أو الهوست جينيتكس بـ الأورال ميكروبيطة هو موضوع لـ twin studies The subjunctive of the microbiota of twins has also been compared كمان قارنوا الميكروبيطة في التوائم ليه أن التوائم الميكروبيطة من الميكروبيطة هاي أول دري شغلي تاني أن الميكروبيطة of identical twins is more similar than fraternal twins indicating genetic influence إنه الفرaternal twins هدول بيكونوا di-psychotic أو بيكونوا جايين من two different ovums يعني بيكونوا جايين من موائدتين مختلفتين فبالتالي كان في more similarity بالميكروبيطة عند identical twins مقارنة بالnon identical أو fraternal twins ولكن ما كان في significant difference بهاي الميكروبيطة in numbers and species between المونوزاكتك والديزاكتك adult twin بيرز هي كانت more similar بال identical twins all of this highlights the rule of genetics and environment in shaping oral microbiota and susceptibility to periodontal diseases طيب آخر فاكتور رح نحكي عنه هو impact of host lifestyle على الأور الميكروبي the lifestyle of the individual تحديدا لما نحكي lifestyle بنخص أكتر شيء الديت والسموكي can adversely influence the composition of oral microbiota الديت زي ما حكينا الfrequent take of dietary sugars أو carbohydrates leads to biofilm exposure للأس لأنه بصفي الأس الاسد production هو الbreedominant نتيجة الfermentation لهاي sugars وبالتالي بتصير الoverall environment الهالو pH الأس acidic conditions عادة بتحفز أو بتساعد نمو الأس tolerant bacteria يعني بيئة حامضية مش مناسب لأنواع معينة خلص هديك بتترك وبتروح الأس بكتيريا يعني البكتيريا اللي بتقدر تتحمل الأس اللي أس طول بكتيريا زي اللي بتظل موجودة وبتصير هي السائدة في البلاد This shift in microbial composition increases the risk of dental case رح يصفي معظم البكتيريا الموجودة في البلاد هي أسيديوريك وأسيديوجينيك كمان هي نفسها بتتحمل أول شي أسيديوريك بتتحمل الأسيدي أسيديوجينيك هي نفسها بتنتج أو بتسبب وجود أسيدي طبعا من خلال الfermentation للكاربوهايدريت وكمان كاريوجينيك بوجود الأسيديس هاي اللي بتعملها بتحفز عملية dental cares This shift in microbial composition زي ما اتفقنا بيزيد الكاريز أو بيزيد الرسك للدنت الكاريز السيليكشن برشير اللي بيصير نتيجة الأسيديك انفارومنت اللي حكينا عنه بيخلي الأنواع اللي ما بتتحمل اللوبي أتش أو الأسيديتي العالية بيخليها تترك وتروح المكان من أهم هاي الأنواع زي ما حكينا السيبتوكوكساي البايفيدو بكتيريا واللاكتوباس المال نوع تاني باللايفستايل أو شيء تاني باللايفستايل بيأثر على المايكروبيطة هو السموكينج السموكينج ومعظم البريدونتال الباثوجينج ترى هي لماذا برايكم السموكينج بيزيد وجود الأنواع زي اللي فيه الزوكسونز اللي فيه لا غير الزوكسونز هو يعني التفكروا الشبعي التفكروا اللي بيصير في الورال كافيتي الهاي بوكسيا اللي بتصير نتيجة السموكينج كل هاي عوامل بتحفز بتصير تحب تتواجد بهاي البيئة طبعاً لما يصير فيه للأبلغيت أنائروبس اللي هي بيصير فيه لص البنيفيش البكتيري في الناس اللي عندهم إمبلانس للأسف لأنه بصير فيه شفت في المايكروبيتا بيصير ممكن ميوكوسايتس بري إمبلانت في عفواً بري إمبلانت ميوكوسايتس في الميوكس اللي حوالين الإمبلانت أو ممكن حتى يصير أسوأ ويصير بري إمبلانتايتس وينزل على البون اللي حوالين هاي الإمبلانت السموكينج أثبت إنه فعلاً بيساهم بتخفيف الكميات من البيريدونت الباثوجينز اللي موجودة في حالات البيريدونت هيك بنكون خلصنا محاضرة اليوم واللي هو حدا عنده سؤال تمام أوكي انتحانكم إن شاء الله الأربع الجاي طبعاً محاضرتنا الاثنين اللي رح ناخدها ما رح تكون داخلة في الامتحان خلاص حداً حداً وشابتر تو بس اكتو عندي سؤال اشتركوا في القناة